دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح مستمعي الحبيب اعلم أعزك الله وأحبك أن الأدبة أكرم الجواهر طبيعة يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجليلة وينجح القصد والوسيلة فالبسوه حلة وتزينوه حلية فإنه أنفق معاش وأجمل رياش والأدب للفقير مال وللغني جمال وللحكيم كمال والمرء أعزك الله وأحبك حيث يثبت لا حيث ينبت ومن حيث يوجد لا من حيث يولد وبآدابه لا بشيابه وبفضيلته لا بفصيلته وبأنبائه لا بآبائه وبكماله لا بجماله كن ابن من شئته واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنذا ليس الفتى من يقول كان أبي شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فالعين تنظر منها مادنى ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي استشعر الحلم في كل الأمور ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي ما منح والد ولده خيرا من أدب حسن كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه ومن أدب ولده أرغم أنف عدوه ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء إن تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء التجربة علم والأدب عون وتركه مضرة بالعقل ومن قعد به حسبه نهض به أدبه وكان يقال الأدب من الآباء والصلاح من الله سبحانه وتعالى ومن أدب ابنه صغيرا قرت وفرحت به عينه كبيرا دجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ترجمة نانسي قنقر